برحب بيكو النهاردة هنتكلم عن موضوع من أحب وأكثر الموضوع المواضيع المقربة إلى قلبي وهنتكلم عن قانون الجذب وهو أحد علوم قوانين الطاقة اللي أنا بحبها جدا جدا وشايفة إن إحنا محتاجين نتعلمها أكتر ونركز فيها جدا الفترة الجاية لأن هي عندها من العلوم القادرة على تغيير حياتنا بشكل إيجابي يمكن تكون أكثر إيجابية كمان موضوع الأبراد يعني أنا مواضيع علوم الطاقة وبحبها أكتر بكتير جدا من مواضيع الحديثة عن الأبراد النهاردة هنتكلم عن قانون الجذب وهبتدي من أول وجديد عشان في ناس كتير جدا قالوا لي يا رشا معلشي عايزين نبتدي سلسلة حلقات قانون الجذب من تحت الصفر فهنا نعتبر بنبتدي من تحت الصفر وهنتكلم عن كل التفاصيل وكل الأسرار اللي تخص قانون الجذب طيب قانون الجذب أو اللي هو The Law of Attraction دي حاجة مش موجودة من دلوقتي بس دي موجودة من زمان قوي قوي ويمكن أيام أجدادنا وأجداد أجدادنا من أيام ما قبل الميلاد هو بيتلخص في حاجة واحدة بس أفكارك بتتحكم في مستقبلك يعني عندك أنت العالم إلا مرء بتاعك اللي هو عقلك الباطن بتحكم في كل ما هو قادم في حياتك طيب يعني إيه قانون الجذب؟ أو إيه هو قانون الجذب؟ يعني لما بتفكر في طريقة إيجابية هتجذب لعندك كل حاجة إيجابية تجذب لعندك كل الحاجات اللي بتحلم بيها أحلامك، طموحاتك، أهدافك كل حاجة كل حاجة عايز تجذب حب؟ هتجذب حب عايز تجذب عروسة، عايز تجذب عريس عايز تجذب شغل، عايز تجذب شهرة، نجاح، فلوس، فيلل، أطيان قدرات خاصة، كل حاجة هتحلم فيها هتقدر هتقدر أن أنت تجذبها عن طريق قوة عقلك الباطل وعن طريق أو قانون الجذب طيب يعني أي حاجة أي حاجة بأحلم فيها؟ آه، أي حاجة أي حاجة بتحلم فيها وفي حاجة تانية إحنا مع قانون الجذب يعني لا وجود للواقع يعني إحنا مش لازم نفكر بطريقة منطقية وبطريقة وقعية ونفكر في العقبات يعني فيه ناس تيجي تقولولي أنا نفسي يكون عندي فيلا في الطمير هايت أنا واحدة من الناس اللي بحلم يكون عندي فيلا في الطمير هايت آه، بس أنا إمكانياتي تحت الصفر لا، ده غلط مش هنفكر في العواقب طيب، كل المطلوب منك يا سيدي الفاضر ويا سيدتي الفاضلة هو أن أنت تتعلم إزاي تفكر صح إزاي تستخدم عقلك الباطل وتقدر تفكر صح وتشغل في دماغك تشغل دماغك بطريقة صحيحة طيب، إزاي؟ يعني عشان تجذب أي حاجة في حياتك محتاج تحط في دماغك الحاجة دي بطريقة إيجابية وتفكر فيها بطريقة معينة علشان تقدر توصل له طيب، تعالي باديكم أمثلة كده مش أحيانا نفكر في شخص كده ما تكلمناش بقالنا كتير أو متخانقين ويعني الشخص ده مش طيقنا أصلاً ولا عايز يتكلمنا ولا عايز يسمع صوتنا ونفضل نفكر فيه كده أو حشنا أو حسين بمشاعر كده صدقنا حيات الشخص ده فجأ لقى إيه بتكلمنا حصلت معاكو كم مرة حكولي أو مثلاً حد تكون بقالك كتير جداً ما تكلمتش معاه كتير بقالكو فترة كبيرة جداً فيش أي حوارات ما بينكو أو ما فيش أي كونتكت ما بينكو وشخص ده يجي على بالك فجأة أو تتكلم عليه مع واحد صاحبك صديق طفولة مثلاً أو أي حاجة وفجأة تلاقي الشخص ده وبدون أي سابق انذار بيتصر بيك وقولك وحشني وإيه ده أنت جيت على بالي فجأة أنت عارف أن أنت أرسلت له زبزبات وبسبب الزبزبات دي الشخص ده اتصل بيك عن طريق رسالة تخاطرية أنت بعدها تعرف الكلام ده طيب مش برضو أحياناً تبقى في دماغك حاجة معينة كده أو بتفكر في فكرة أو حلمه معين أو هدف معين فجأة تلاقي كده فيه أشخاص ظهرت من له عدم الأشخاص دي بدأت تساعدك في تحقيق هدفك وبتيسرك الوصول إلى هدفك هل الأشخاص دولة أمر سوطوة مزهروش سوطوة أنت جذبتهم علشان هيدوا يساعدوك ويجوا يوقفوا جنبك كل ما هتتعمق أكتر فموضوع قانون الجذب كل ما هتفتص أكتر وهو بحر عميق جداً جداً في أفكار أو حاجات كتيرة قويات يكู شوك جد أنت تزيع الترابة عن الحقيقة المظلمة عن الحقيقة العتمة عن قانون الجذب طيب خلونا بقى نحط أسرار قانون الجذب تحت المايكروسكوب النهارده وعايزة منكم في سلسلة خلقات قانون الجذب عايزةكم تجيبوا زي نوتبوك كده يعني اشتروا نوتبوك كده سموها راشا مراز ادفايزز او احلامي طموحاتي وعايزة ورقة وقلم وكبروا الشاشة وشغالوا السماعات علشان نركز ازاي نقدر نغير تفكيرنا علشان نقدر نوصل لأحلامنا وطموحاتنا وكل حاجة نفسنا فيها طيب بصوا بقى قانون الجذب بتلخص بحاجة واحدة بس انت طاقة كلامك طاقة ايدك طاقة حركتك طاقة افكارك طاقة احلامك طاقة اهدافك طاقة شغلك طاقة كل حاجة في الكون عبارة عن طاقة وده علم الطاقة يبقى كل حاجة في الكون وعلى فكرة قانون الجذب لا يقل علما عن القانون الكيميا او الفيزيا المايكرو بيولوجي او البيولوجي هو نوع من انواع الطاقة يبقى اي حاجة في الدنيا ليها طاقة طيب مطلوب منك ان انت تزبط تردد الطاقة بتاعة تفكيرك او طاقة عقلك الباطن على طاقة الاشياء اللي انت بتحلم بيها او على تردد وطاقة احلامك واهدافك وطموحاتك وامنياتك عارفين كده زي كل ما بتقرب من التردد ده يعني ترددك او تردد طاقتك بيقرب لتردد وطاقة حلمك او هدفك كل ما انت بتقرب وتقدر تحقق احلامك وطموحاتك طيب ازاي يا ستة هين مرشا طيب تعالوا كده ما نفكر في التلفزيون مش احنا دايما بنصبط التردد بتاع التشانل اللي احنا عايزين يعني نجيبها علشان نقدر نجيب التردد لو انت ما زبطتش تردد للقناة هل هتقدر تجيب القناة؟ طيب الراديو الراديو لما احنا بنزبط تردد الراديو على ازاعة معينة ازاعة مسلا معينة الاغاني اللي انا هسمحها او الفويسز او الحاجة اللي انا هشغلها هتكون هي بتاعة الازاعة دي فقط يبقى انا لازم ازبط ترددي وتردد طاقتي وذبذباتي على الهدف كل ما زبذباتي وترددي وتردد افكاري والفويس بتاعتي بتقرب من تردد امنيتي او هدفي او احلامي كل ما انا مجهودي بيقل طبعا هقولكو حاجة بسيطة جدا مش في ناس تراقيهم يعني مكهوتين في حياتهم طيب بيصحل ساعة ستة الصبح يعني يتشعب بيشتغل 3-4-5 شغلنات وبيتعب جدا جدا وتلاقي داخله بسيط جدا ويكاد يكون طبعا ده رزق وكل حاجة بس وفيه شخص تاني تلاقيه بيبذل مجهود قليل جدا او يكاد يكون مجهوده مش قوي قوي بيدخله سبحان الله داخله فيه بركة فيه رزق ويقولك هو شخص مرزق هو شخص لا هو شخص ده مزبط تردده مزبط طاقته على الوفرة وعلى الغنى والشخص الفقير ده شيء ما عندهش استحقاق هو شايف ان هو عمره ما هينجح وعمره ما هيصل وعمره ما هيقدر يحقق احلامه ركزه في كلامك وايز يبقى انت دلوقتي كل مطلوب انك ان انت تزبط ترددك على الامنية بتاعتك على الهدف بتاعك على الحاجة اللي انت نفسك فيه عايز تشتري عربية مرسيدس عادي جدا مفيش مشكلة زبط تردد افكارك وصورة اللامرقية بتاعتك وعقلك البطن على تردد المرسيدس حلمك هيتحقق والعربية هتبقى عندك وهتجيلك عايز بنت معينة بتحلم ان انت تتجوزها راجل معين بتحبيه ونفسك تتجوزيه زبطي ترددك وذبذباتك وطاقتك على تردد الشخص ده وهيكو وهتقدر ان انت بتجذب الشخص ده بمنتهى السهولة يعني قانون الجذب البساطة بيقولك ان انت كل ما افكارك بتثبتها او بتزبطها على تردد معين انت هتجذب الاشياء اللي ترددها وذبذباتها متوافقة مع افكارك او متوافقة مع زبذباتك عشان كده كل ما هتفكر بطريقة سلبية هتلاقيك بتجذب مشاكل مصايب إلترز إلتفلوس كل ما هتزبط ترددك بطريقة ايجابية وطريقة عفوية وطريقة كويسة كل ما هتلاقي البركة بتيجي عندك الرز الأحلامك بتتحقق يبقى عشان كده في فكرة مهمة جدا جدا لازم نعرفها ونعملها كويس قوي هو ان احنا نحارب اي نيجاتيفتي او سلبية في حياتنا يعني كل ما هيجي عندك افكار وحشة افكار سلبية اطردها فورا وحولها الى طاقة ايجابية وحولها الى افكار ايجابية خلاصة او فكرة قانون الجزء هو ان كل اللي عليك تعمله هو ان انت تفكر بطريقة صحيحة وهو ان انت تحول الافكار والاحلام الى حقيقة يعني كل ما هتفكر بطريقة صحيحة وتفكر بطريقة ايجابية وتزبط افكارك كل احلامك وامنياتك واهدافك هتتحول من خيال الى واقع ماشي طيب حاجة تانية يا جماعة عايز اقولها ايه بقى الحاجات اللي بتخلينا ما بنعرفش نجزب او ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بنعرفش نزبط زبزبتنا ده سؤال مهم جدا ممكن احد بسألهولي عادي جدا طيب بس انا فيه بس قاعدة عايز اقولها وقاعدة مهمة جدا معناش للطرحة مرة طوقة منهم زي ان كل ما زبزباتك وترددك وتردد بتقرب وتتوافق مع زبزبات وتردد هدفك او امنيتك كل ما بتقدر تحققها كل ما الاكشنز المطلوب منك هيقل طيب ايه بقى الحاجة اللي ممكن تخلي ترددي او زبزباتي متفقة مع تردد الهدف بتاعي تخيلوا ايه اهم حاجة حصن الظن بالله ثقتك في ان ربنا سبحانه وتعالى ههيحققلك هدفك وان انت هتوصل يبقى ابتر حاجة تخليك متوافق مع هدفك او مع احلامك هو ثقتك بقدرة ربنا مش بقدرتك على ك headset البداية لا اول حاجة تصق في ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى قادرة لن وايحققلك الحاجة دي تاني حاجة ان انت اتفق في قدراتك تصق في امكانياتك تصق ان انت عندك استحقاق يقدرك ان انت توصل لهدفك لو انت مش واصق في امكانياتك او لو انت مش واصق في قدراتك عمرك ما هتقدر توصل لهدفك يبقى طيب انا عايز اقولك على حاجة فنتخيل كده ان احنا في مسابقة مسابقة مثلا لتنس يعني جدنا في مسابقة او كومبتشن بتاع التنس وجدنا شخص عادي وشخص او مش هقول تنس عايز اقول ايه مسلا رفع اسقال وجبتلكه مثلا كده السمال وحاجات كثيرة جدي جبت شخص عادي اطمار على رفع الاسقال مين الي هيقدر يرفع الحديد هى يرفع الحديد واحد متمرن واحد عنده العلم هو هو الثقة عنده ثقة في ربنا انه هو اكيد حاجة عنده ثقة في نفسه انه هو هيقدر يشيل الحديد او كاي طيب ماشي يا رشا فيه خيجهه تانيicians ايه العديد التي تقلل بقى ذب ذباتي وترددي ده انا مقدرش اوصل الحاجة اللي انا عايزها. رقم واحد الشك والخوف. الشك والخوف بيقلل ترددك وبيقلل زبزباتك وبيبعدك عن تحقيق هدفك. ابعده عن الشك. ابعده عن الخوف. ابعده عن الطاقة السلبية. رقم اتنين ان انت تفكر في العواقب. ما تركزش على العواقب. ما تركزش على الصعوبات. ما تركزش على العقبات. ركز على الهدف. خلي الهدف قدامك. ما تركزش ايه ده انا هو انا هوصله ازاي. ايه ده هو ايه اللي هيحصل. ايه ده يعني ما تبعدش تخلق لنفسك عقبات وحاجات صعبة. انت تركز وخط كل تركيزك على الهدف. تالت حاجة الاستحقاق. الاستحقاق ان انت تبقى حاسس ان انت تستحق. لو انت شايف ان انت مش هتستحقش الهدف عمرك ما هتوصله. ببقى لازم عندك استحقاق قوي. لازم يبقى عندك طاقة ان انت تستحق الوصول للحاجات ديت وتقدر توصلها يبقى عندك ثقة في نفسك. من غير ثقتك في نفسك مش هتستحق اي حاجة. وكل الحاجات دي طبعا بعد ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى. وان انت تبقى عندك ايمان ويقين ان ربنا قادر على ان هو يحقق لك الحاجة اللي نفسك فيها. يا جماعة حصن الظمن بالله. كل ما بتحصن ظنك بربنا كل ما بتقرب ربنا بيحقق لك اهدافك. التفكير بايجابية. طيب ايه كمان ممكن يقلل زبزباتي او يقلل استحقاقاتي او وصولي للهدف. زي ما قلت بقى ان انت التعلق. ان انت تتعلق بالحاجة دي قوي. تبقى خلاص حاسس ان انت متعلق بها قوي. ان انت لو ما حصلتش ممكن يجرى لك حاجة وتبقى. لا هو حلو ان انت تفكر فيها وتركز عليها بس من غير تعلق. من غير ما يبقى عندك طاقة الاحتياج. طاقة الاحتياج. او التعلق بتقلل من لوصولك للهدف. ما تتعلقش بالحاجة. مش دايما انا ما بحب واحد وافضل بقى ونسيب بعض وافضل متعلقة بيه وافضل مش شايفه قدام وعمال متعلقة بيه وان هو سابني ومش عارفة ايه. اول ما بنسى الشخص ده بشيله بشيل تعلقه من قلبي هو بيجيلي صح ولا لا? يبقى قلل تعلقك بالشيء علشان تقدر توصل ده. حاجة تانية هتستغرفوه جدا الاستغفار. انت عارفين ان كل ما بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى او ذكر الله بيطهر قلبك وبيقربك للوصول الى هدفك. يعني نظفه قلوبك وبكثرة الاستغفار بتقربك للوصول الى هدفك. المستغفرين دولك ليهم قيمة كبيرة جدا عند ربنا. فتعود ان انت ترطب لسانك بذكر الله. فاكرين سيدنا نوح لما ترمى في قلب لما الحوت بلع ودخل فكان بيدعي دعاء واحد بس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين. فبالتالي لازم دايما ترطب لسانك بذكر الله. استغفر كتير. الاستغفار يا جماعة بيقربك ان انت تتحقق هدفك. والله العظيم ده حقيقة. حطوا الكلام اللي انا قلته في دماغكو. هتقدروا ان انتو توصروا وتقربوا لاهدفكو. افكارك تتحكم في مستقبلك. اتحكموا في افكاركو. اتحكموا في حقلكو الباطن. فكروا بايجابية. فكروا في النتائج. ما اتفكروش في. اتخيلوا. الخيال ده عبارة عن. لو ما كانش في حد تخيل ان في موبايل هيب. انا بدلوقتي حالة انا بكلمكم لايف. انتو بتسمعوا نفس كلام. عمر ما كنا هنوصل. تخيل كل حاجة نفسك فيها. حول افكارك السلبية الى افكار ايجابية. خلي زبزباتك متفقة معها. زبزبات هدفك بالطريقة اللي انا قلته لك عليها. ما ينفعش بقى عندك شكل. لازم هيصلك الناس اللي هتقفوا طريقك. انه هم يحققوا لك اهدافك. تقدر توصل لكل حاجة نفسك فيها. اه يا جماعة انا شفت ناس كتيرة جدا. كان بتحلم تتجوز مثلا حد معين. كان حد ده ما يعرفهوش. عمرو ما اتكلم معاها. عمرو ما يعرفش مين دي اصلا. وقدروا ان هم لان كان عندهم حصن الظن بربنا. ان في يوم الايام هيقابلوا الشخص ده. وهيحصل ما بينهم او يحصل اتراكشن ما بينهم وهيتقابلوا وهيحبوا بعض. حصلت كتير جدا. مع ناس بقى مشاهير. مع ناس جارك قريبك. ايه? وظايف. شهرة. لعيب كورة. نفسك تلعب كورة. تبقى لعيب كورة. كل حاجة بتتمنىها فكر فيها بطريقة ايجابية. شكرا. ياريت تكونوا كتابك اللي انا قلتها. الحاجة الوحيدة غير طريق تفكيرك. علشان تقدر توصل لكل حاجة نفسك فيها. خلي افكارك ايجابية. كل الافكار المتيجة السلبية حاربها. لان الافكار السلبية دي هتعيقك عن تحقيق احلامك. شكرا. لحبكو جدا جدا. خلي عندكو طاقة عطاء بقى لان العطاء بيزود من الاتراكشن واعملوا شاير كتير كتير بالحب لاصدقائكم المحتاجين يسمعوا كلام ده. على الواتساب بقى. على الفيسبوك. على الانستجرام. تانكي. وقلولي هل نجحتوا قبل كده في ان انتو تعملوا طاقة جذب وتجذبوا حاجة لحياة كو كان نفسكو فيها ولا لا. قلولي بتتبعوني من فين وانتو برج ايه. وقلولي تعرفوا عن قانون الجذب وولا نجحتوا فيه ولا لا. ونجحتوا فيه بنسبة كم في المية. يا جماعة يعني خلوا طاقتكو ايجابية. طاقتك مهمة جدا جدا. كلماتك ايجابية. انا فيه فيديو هعملو بعد كده هتكلم فيه عن قوة الكلمات في تحقيق احلامك واهداكك. تانكي وبحبك وباي باي مع السلامة وتصبح على خير. اعملوا شعر كتير وتابعوني على الصاشي الميديا. وما تنسوش تشتركوا في